باقي المخيمات الموجودة في أقليم كردستان هي قرى كاملة يعني الآن عندي أحد المخيمات 3000 عائلة 3000 عائلة عدد سكانها قرية تحتاج من عندي مدارس تحتاج كهرباء تحتاج مراكز صحية تحتاج مستلزمات كورونا اللي هي مستلزمات الصحية اللي احنا نوزعها مستلزمات غذائية مولدات قاز كثير من الأمور هذه كلها بهذه المرحلة احنا ما عدنا أي شيء نقدمه يعني أصلا مخصصات الوزارة يعني من ضمن كثير من الوزارات قللت يعني صار بها تقشف احنا كانت ميزانية وزارة الهجرة ومهجرين 225 مليار باعتبار عدنا مخيمات نزوح الآن الموازنة فقط 73 مليار طيب الوزارات الأخرى يعني خلنا نقول الساند على وزارة الهجرة مثل منه؟ يعني احنا عملنا كوزارة ومهجرين كل الوزارات كل الجهات هي تختص معانا بالعمل باعتبار احنا من اطلقنا الخطة الوطنية لعودة النازحين يعني كان يفترض وزارة النفط لها مهامها مع وزارة الهجرة ووزارة الاسكان والعمار لها مهام وزارة النقل الصحة والتربية متعاونين ام لا؟ جميع متعاون لكن هذه كلها بها التزامات مادية يعني الآن وزارة التربية تقدم خدمات تعليمية للطلاب لازم احنا نوفيها احنا كلها توقفت حتى الصحة كلها توقفت لان احنا من اقدر نقدم اي مبالغ مادية لأي وزارات معانية على سبيل المثال طيب الآن وزارة النفط تطلب وزارة الهجرة 31 مليار يعني نص ميزانية الهجرة اللي احنا استلمناها هذا اجور وقود اجور وقود احنا من اقدر نوفي هذا الدين لان احنا ما عدنا فلوز بميزانية وزارة الهجرة المهجرين بالتالي وزارة النفط اصلا هي مقدمتنا يعني مقدمة الملف للنزاهة والدوار رقابة المالية انه ليش وزارة الهجرة مدى تسدد تعرف هذه الديون من يا سنة يعني سنصدر خبر للنازحين بانه هذه السنة ماكو وكنفط احنا يعني صراحة انا طلبت استثناء من دولة الرئيس احنا طلبت انه من وزارة النفط تطفي الديون لكن وزارة النفط اعتبرت انه شركة للزود وزارة الهجرة قطاع خاص فبالتالي ما تقدر تطفي هذه الديون طلبت من دولة الرئيس انه يكون اكو استثناء للمخيمات المتبقية باقليم كردستان باعتبار انه الاجواء جدا بارز راح تكون في الشتاء طيب والرد كان اكو يعني صراحة يعني دولة الرئيس وجه لكن مدير عامل شركة بالشمال ما نفذ لحد الان و لحد الان لم يتم توزيع لا مادة القاز ولا حتى الوقود للمولدات حتى احنا نقدر نشغلها خلينا نقول صارت موافقات من دولة رئيس الوزراء وبالاستثناء من وزارة النفط شركة نفط الجنوب ما نفذت الشمال اللي هو المدير عامل اسمه السيد احسين طالب ما نفذ لحد الان ادنى طلبات من الفروع اللي موجودة في نينوة و كذلك في اقليم كردستان يطلبون حتى مادة الوقود للمولدات احنا ايضا لحد الان كثير من المرات الوقود والدات تتوقف الكهربات تتوقف لأن احنا ما عدنا هذه المبالغ حتى نسددها الوزارة حتى تقدروا الضخ مو فقط هنا استاذي العزيز احنا اي دعم بالاشهر القادمة ما رح نقدر نقدر لأي مخيمات اقليم كل السلام حقيقة احنا اول ما صدرنا حاليا بان الوقود هذه اول ازمة هي ازمة وقود نعم نعم ازمة حقيقية هذه صدرناها للنازح حتى انوضحوا جاينا الشتاء زين خلن نحكي على الصحة موقف الصحة كذلك نعم الصحة كذلك التعليم كذلك يعني التربية اكثر من مرة طلبت مستحقاتها من وزارة الهجرة حتى تقدم خدماتها يعني تعرف احنا اتنا مدارس كثيرة تابعة لممثليتنا موجودة في اربيل وعلينا التزامات حتى احنا ننفذها وكل هذا توقفت لان هناك خلافات سياسية على الموازنة وزارة الهجرة ومهجرين هذه الخلافات السياسية للقادة السياسيين هم اللي اثروا على الموازنة طيب للأسف الوجارة قد لها السماليج هي كانت اقل من 72 مليار يعني صراحة يعني مبالغ كلش قليلة تبقت منها لنهاية السنة اطلبت بالجلسة اللي قبل الأخيرة من دولة الرئيس انه احنا لازم احنا قد نشتاء قد نتعرض لفيضانات